السلام عليكم يا شباب. بالنسبة للشابتر تلاتراشر فهو هتلخص في يعني كده هنعرضهم مع بعض. طيب انا الاول انا بعمل حاجة اسمها او او دي ان انا بحط خطة على المادة المتوسط يعني مسلا من تلات شهور لسانة كده اه على الانتاج بتاعي والكلام ده. تطبيقها عندنا اللي يهمنا في بتاعنا والمسائل بتاعتنا ان احنا بن ايه بيكون عندنا مسلا ايه شركة. اه عندنا معين متغير. عندنا انتاج اه عندنا عمال. عندنا كتير ممكن نلعب بيها. في عدد الحاجات اللي احنا بننتجها. عندنا مغزن. فبنحط خطة على ان احنا هننتج قد ايه وبكان بحيس ان احنا نقلل للكوست. طيب هنا مفيش تمام? احنا بس هو بيجي يقول لي اعمل لي تستخدم فيها واحد اتنين تلاتة فبنطلع على النايتج. مش شرط ان ده يكون اقل عندنا. طيب. احنا عندنا شوية اللي بنلعب فيها. تمام? عندنا حاجة اسمها يعني انا دلوقتي الانفنتوري عندي لو متاح استخدمه اصلا اه ممكن اغير يعني مسلا اخد منه مسلا الشهر ده مية. الشهر اللي جاي حط له امتين. تمام? لما يكون العكس لو الدماند اكتر من اللي انا انتجته اخد من الانفنتوري. في انا دلوقتي عندي اه العمالة دي ممكن ازود العمال اللي عندي فانتجوا لي اكتر وممكن اطردهم لما يكون الدماند عندي قليل فما ادفعش تكاليف العمال دي. نعم? بس ان انا اعين او ان انا امشي اه بيبقى في الكوست بدفعها. ان انا اعمل ان انا مسلا الشهر ده هانتج الف منتج. الشهر اللي جاي هانتج الف وخمسمية. تمام? اه الشهر اللي جاي هانتج الف وربعمية. تمام? انا هيكون عندي اه انا في العادي الشفت التمن ساعة بيطلع لي الف منتج. طب انا عايز الف ومية. فده ما شغل العمال تمن ساعات هشغلهم آآ آآ عشر ساعات او تسع ساعات ينتجوا لي شوية زيادة دول. ده كده فبحس بهم عليه. في حاجة اسمها الساب كونتراكتنج. الساب كونتراكتنج ده اللي احنا بنقول عليه التصنيع عند الغير. انا دلوقتي مسلا ورشة جايلي آآ منتج عايز معينة بس عايز مك انا مش عندي. تمام? بس الباقي عندي. فانا ممكن اصنع عند ناس غيري واجمع في الورشة بتاعتي. فالصاب الكونتراكتنج ده بيكون اللي هو ايه? التصنيع عند الغير. او اي ان كان الكون سبت نفسه ان انا بعمل حاجة دي برا المصنع بتاعي وبدفع عليها فلوس. بعد كده حاجة اسمها يعني انا دلوقتي مسلا كانوا عندي آآ بنتج الف وتلتمية ومحتاج الف وخمسمية. فهجيب آآ عمال آآ اشغالهم ينتجوا لي شوية اللي فاضلين دول. دول كده اللي احنا بنلعب بيهم. تمام? دي آآ بتاعت الايه? آآ بتاعتي. في بقى حاجات بتكون ليها علاقة بالدماند. يعني كل اللي احنا قلنا ده ليها علاقة بالايه بالبروداكشن ريت. يعني انا دلوقتي هنتج الف وتلتمية لانا هنتج الف وخمسمية لانا هنتج الفين. في بقى يعني هنا انا بعتبر عندي شيء مسلم بي يعني شيء ثابت. الشهر ده انا محتاج تلات تلاف يبقى انا محتاج تلات تلاف. في بقى تانية عندي مش بتظهر في المسائل آآ ما عندناش يعني يعتبر عليها. بس دي بتلعب في نفسه بقى. يعني دي بتغير في نفسه. آآ حاجة اسمها يعني مسلا انا عندي انا عارف ان انا مسلا في الصيف الطلب على التكيفات بيكون زيادة. تمام? عكس الشتاء. فعلشان اوازن المصنع بتاعي يبقى بينتك في الصيف وفي الشتاء فانا ممكن اعمل خصومات عليه في الشتاء. بحيث ان انا ايه? احفز الطلب عليه في الشتاء. حاجة اسمها تمام? انا دلوقتي مسلا عندي. آآ ان انا مسلا ايه? في شهر يناير بيبقى عندي الطلب زيادة جدا على على منتج معين. بس في شهر فبراير بيكون الطلب منخفض. تمام? فلما يجي لي واحد مسلا عايز عدد كبير. اقول له طب بص انا هجيب لك مسلا ميت ميت كطعة واصبر علي بالمية التانيين هجيبهم لك بعد شهر. فجيبهم له بعد شهر ما فيش اي مشكلة عادي. بعد كده حاجة اسمها كونتر آآ سيزونل برودكت ان سيرفز ماكسنج. يعني ان انا مسلا بنتج آآ حاجات كتيرة مع بعض بحيث ان انا حاول عادل ما بينهم. يعني ايه? يعني مسلا التكيفات مسلا بيبقى عليها طلب في الصيف. الدفعات بيبقى عليها طلب في الشتاء. فبدل ما انا اخلي الخط الانتاج بيشتغل فترة مع عنا لأ فاننا احاول ان انا اخلي خط الانتاج يشتغل تكيفات الدفعات مع بعض وحاول ان نزله. تمام? دي بقى ان انا بعمل ايه? بعمل كده او مزيج ما بين بتاعتي. طيب. دول مش هنتعرض لهم في المسائلة هنتعرض لهم اللي احنا قلناهم هنا دول. طب بتاعتي عندي آآ كزا تمام? اهم واحدة فيهم اللي هي ده بيكون آآ مزيج ما بين كتير. اني اللي احنا قلناهم هنا دول. اللي هما الخمسة دول. يقولي مسلا اعمل لي مزيج ما بين اللي هو الصف الاولاني ده والصف مسلا التالي. اعمل لي مزيج ما بين الصف التاني والتالت والرابع. تمام? حسب ما هو يقولي هنستغل. يعني موضوع بيبقى ايه اشبه بالطلب يعني مش شئ مش شئ ثابت. هو بيطلب مني ان انا عمله اتبع فيها آآ شوية شروط. انا بتتبع الشروط دي. دي كمان اللي هي دي بخلي بتاعي تمام? مساوي يعني انا مسلا انا مطلوب مني شاهدة الفي بقى انا هنتك الف فقط. مطلوب مني آآ تلات تلافي بقى انا هنتك تلات تلاف. مطلوب مني خمس تلافي بقى انا هنتك خمس تلاف. ازاي بقى هغير هغيره بوساط برضو لايه? الخامسة دول. تمام? آآ بطريقة منهم او بايه باكتر من طريقة. بعد كده عندنا حاجة تانية اسمها الليفل استراتيجي الليفل استراتيجي دي. ان انا بثبت الانتاج عندي. الانتاج عندي بيثبت. آآ طب ولما بيثبت آآ بيبقى عندي شوية ايه? يعني ممكن يحصل حاجة اسمها يعني حد يجي يطلب مني حاجة وهي مش عندي. تمام? دي برضو بيبقى ليها تكلفة عندي. ممكن يحصل آآ ان انا مسلا ايه? اعود ده ببارت تايم اعود ده بآآ بساب كونتراكتنج بعتزر مش ينفع انا اعوضوا ببارت تايم احنا اعوضوا بساب كونتراكتنج او بآ مسلا قاوت ندفع فلوس اللي هو ايه? تكلفة ان انا ما عنديش المنتج ده. دول كده الايه اللي احنا عندنا ان انا بشوف كام وانتج زيه? وانتج عدد ثابت آآ من المنتجات كل شهر او كل فترة زمنية. وابدأ اشوف بقى ايه التبعات بتعدائي. لو احنا مسلا خدنا كان نشرح آآ شوية مسائل. انا شفاكرة تلاتاشرة اتناشرة دي كانت نشرح ولا لا بصرح. بس دي اللي انا حللها فممكن نشرحها. دلوقتي هون مديني بتوعلي السنة بتاعتي اللي هو يعني كل او كل رابع سنة مديني الفوركاست بتاعي. الفوركاست ده انا بعتبره الف وتونمية الف ومية الف وستمائة وتسعمائة. ومديني هنا ايه? شوية معلومات. تعالوا نقرها مع بعض. او بتاع الكورتر اللي قبله. يعني مسلا لو ده ربع الاول من السنة. مسلا ده ربع الاول من سنة الفين وربعة وعشرين. تمام? فده معناه الربع الاخير من سنة الفين تلاتة وعشرين. تمام? كنت بنتج ايه? الف وتلتمية كطرة. طيب يعني انا هخش السنة الفين وربعة وعشرين وانا معايا اا كان منتج زيرا. ما عنديش اي حاجة في المغزن بتاعي. مية وخمسين بريونت. الانفنتوري هولدن كوست. فورتي دولار بريونت اا اا اندوف كورتر. تمام? الهايرنج تكلفة ان انا عين اا عمال عندي اربعين دولار لكل ايه? لكل يونت. تكلفة ان انا ماشي او اطرد عمال من عندي ااا تمانين يونت. تمانين دولار بريونت. السب كونتراكتنج اللي انا صنع عند غيري ستين دولار بير يونت. يعني انا بتاعي تلاتين اا تلاتين دولار لكل يونت. لو عندي اوفر تايم فهتبقى خمستاشر دولار لكل يونت. طب الكبستي اللي انا هشتغلها او الكبستي بتاعت يعني ده هنستفيد بها ايه? اه هو بيقول لي هنا الف وتومنمية يونت. يعني لو انا بنتج الف وتومنمية يونت. فانا كده هحاسب عليهم بالتلاتين دي. طب لو هانتج الف وتسع مية يبقى انا الف وتمية حاسب عليهم بالتلاتين وهيبقى عندي كام? هيبقى عندي مية اوفر تايم. حاسب عليهم بالخمستاشر. ده كده ايه? الفايدة بتاعة الالف وتلاتة دي. بيقول لي بقى ان我就 عامل لي تلاتة بالاين. تمام? البلان الاولانية بتاعة اا facebook warni يعني انا هعمل هعين اه عمال واطرد عمال من عندي او افصلهم تمام? ليه? علشان اميت الفوركاست. يبقى انا انا مطلوب مني الف وثمانمائة بقى هنتج الف وثمانمائة. مطلوب مني الف ومائة بقى هنتج الف ومائة. ازاي بان انا هعين عمال واطردهم? تعالوا نشوف الحل مع بعض بتاع بتاع بتاعي الحتة دي. ايه دي بتاعي ايه دي كده الكورتر الاول التاني التالت الرابع. تمام? بتاعي تلاتين اه على الايه? الالف وتمنمائة. اكتر من الف وتمنمائة هبدأ حسب عليه في اللي هو ايه? بخمستاشر. ماشي? كان بداني باربعين بستين باربعين والفايرينج بتمانين. كلام ده كلك بنمن ايه? من من الجدول اللي كان هنا. تمام? دي كده بتاعتنا. طيب. احنا هنا نستخدم ايه? نستخدم والفايرينج. مش هستخدم ايه مش هستخدم تمام? بتاع هيكون نفس بالزبط. يعني هنا الف وتمنمائة الف وتمنمائة الف مائة الف مائة الف مائة الف ستمية الف ستمية تسعمائة تسعمائة تمام? هجب لهم بتاعهم اللي هما دول كده انا ما ليش داعب اللي فوق ده. اللي فوق ده قلن مش هيخش معنا في الحسابات. اللي فوق ده بتاع ايه? بتاع الربع الاخير من سنة الفين تلاتة وعشرين. ده مش معي. انا بحسب لالفين وربعة وعشرين بس ادي الاربعة تربع بتوعي. دول انا بحسبوه. اجمعهم هنا. واضربهم في في اللي هي تلاتين دولار هلاقي طلع لي مية تنين وستين الف دولار. تمام? نيجي بقى نشوف احنا ايه? هنعمل وفايرنج المين. انا كنت بنتج هو كان مديني انه هو ايه? الف و تلاتمية. كان مديني اه هنا الف وتلاتمية في تمام? فانا بقيت هنتج الف وتلاتمية. فانا زودت كم من عندي? انا زودت كده خمسمية. انا كده زودت خمسمية. بقى انا هحتاج اعمل تعيين لعمالة تنتج للخمسمية دول. تمام? طب الشهر اللي بعده. انا نزلت من الف وتلاتمية لالف ومية. يعني كده ضحب سبعمية. سبعمية دول هحطوهم في الفايرنج. تمام? هحطوهم في الايه? في الفايرنج. بقى عندي عمالة اه فائضة بمقدار سبعمية. فانا دول همشيه. طب الشهر اللي بعده انا هطلع من الف ومية هطلع لالف وستمية. يبقى انا محتاج عين خمسمية. تمام? طيب اه بعد كده الشهر اه او بعتدر الكورتر الاخير هنزل من الف وستمية لتسعمية. يعني محتاج اعمل لسبعم عامل عندي. من سبعمية عامل. العمال الكافيين لانتاج سبعمية يونت. تمام? بعد كده هجمع. هنا عندي خمسمية خمسمية بقى الف هضربهم في اللي هي ربعين دولار هتطلع لي بربعين الف. وهنا سبعمية سبعمية الف وربعمية هضربهم في اللي هي تمانين هلاقيها تطلع لي بمية واتناشر الف. هجمع بقى التلات اركام دول مع بعض ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة يبقى بتاعتي تلتمية وربعتاشر الف. ماشي? دي كده التوتال كوست. طيب. نيجي نشوف بي. بيقول لي بقى دي بقى هجيبها ازاي? يعني هو عايزني اخلي الانتاج بتاعي ثابت رقم واحد. هنلاقي انه هو هنا الف وتلتمائة وخمسين. طيب عرفنا الف وتلتمائة وخمسين دي منين. انا هنا بتاعي كم? دماند بتاعي تمام? اا الف وتمين مية الف ومية الف ستومية وتسعمية. هجمعهم واجيب بتاعه. يعني الف وتلتمائة وخمسين دي بتاعه. يعني نجمعتهم هنا كان آآ خمس تلاف وتلاف وربعمية. خمس تلاف وبرعمية لو اسمتها على الاربعة. هيديني الف وتلتمائة وخمسين. يا بقى انا كده ده ايه? ده بتاعي hacer. وثلاثمائة وخمسين. ماشي? اه طبعا بتاعت البوردكشن برضو هتبقى مية اتنين وستين الف. لان انا برضو هضف اه في تلاتين. ما عنديش اي اوفرطايم لان انا تحت الالف وثلاثمائة بتاعتي. بس انا مع الليفل ده لازم استخدم وستوك اوت. طبعا اما ممتاح معي استخدمه والاستوك اوت اه كده كده هنستخدمها لو عندي ايه مشكلة. تمام? ممكن في حاجة تانية انا استخدم وده اللي هنشوفه في ايه? طيب هنيجي نشوف فقا انا ايه? الفرق عندي ايه? يعني انا انا انتجت الف تلاتمائة وخمسين ومحتاج الف وتونمائة. يبقى انا الفرق بتاعي ايه? عندي عجزة في ومائة وخمسين واحدة. طيب هل الانفنتورينا عندي في حاجة? لأ انا كنت بادئ بصفر. فهضطر ان انا حطهم يبقى انا كده عندي ستوك اوت في ومائة وخمسين منتج. عندي عجزة في ومائة وخمسين يونت. تمام? طب الشهر اللي بعده. انا انتجت الف تلاتمائة وخمسين ومحتاج الف ومية. تمام? لما محتاج الف ومية يبقى انا عندي فاقط في متن وخمسين. متن وخمسين دول هحطهم فيهم في بتاعي. ماشي? طيب تلت شهر او تلت ربع بعتزر تلت ربع. انا انتجت الف تلاتمائة وخمسين ومحتاج الف وستمائة. بقى انا عندي عجزة في متن وخمسين. متن وخمسين دول هاخدهم من بتاعي. انا كان عندي متن وخمسين خدتهم يتفضل لي صفر في بتاعي. طبعا ما فيش لان انا اه وفيت الديماند بتاعي كله. يعني محتاجتش ان انا يبقى عندي وفيته من اين من هنا? ومن الانتاج. اخر ربع خالص انا محتاجت سعمية وهنتج الف تلتمائة وخمسين. يبقى انا ايه? معايا ربعمائة وخمسين فقط. دلو هحطهم برضو في الايه في بتاعي. طيب نجمع هللا ايه? ميتين وخمسين وربعمائة وخمسين سبعمية. اضربهم في الانفنتوري هولدن كوست اللي هي ربعين هلاقي بتمانية وعشرين الف. طب الستوك قوت ربعمائة وخمسين بس هي اللي عندي. هضربها في الستوك قوت كوست اللي هي مية وخمسين. هلاقي ان هي طلعت بسبعة وستين الف ونص. تهم? هجمع التالت ارقام دول مع بعض. هلاقي ان هي طلعت لي اه متين سبعة وخمسين الف وخمسمائة. ماشي? نيجي بعد كده لبلان سي. بلان ايه? بلان سي. بلان سي بيقول لي يعني برضو هيكون عندي ثابت بس بينتج الف ومائتين تمام? وبعد كده بوفي الفوركاست دماند بتاعي بالايه? بالانفنتوري يعني انا هخلي بتاعي ثابت عند الف ومائتين ولكن هستخدم الانفنتوري والسوب كونتراكتينج الاتنين علشان اوفي الدماند بتاعي. طيب تعالوا نشوف. انا اول ربع انا انتجت الف ومائتين ومحتاج الف وثمن ومائة. يبقى انا عندي عجز في كام? عندي عجز في ستمية منتج. ستمية دول هل معي حاجة في لا? لأ. انا جاي الانفنتوري في الاول. انا معيش حاجة في الانفنتوري. يبقى الاستمائة دول كلما هاخدهم ماشي? بعد كنا نجي لتاني ربع. انا محتاج الف ومية وانتهت الف ومتين يبقى عندي فاقد مية. المية دول هدخلهم بتاعي. نيجي للربع التالت انا محتاج الف وستمية وانتاجت الف ومتين. يبقى انا عندي عجزة في ربعمية كتعة. ربعمية دول انا معايا مية في الانفنتوري. هاخد المية من الانفنتوري بقى الانفنتوري عندي فيه صفر. ماشي? هيتفضل تلتمية. تلتمية دول اللي هصنعهم يبقى انا عندي تلتمية سب كونتراكتي. اخر ربع انا انتاجت الف ومتين ومحتاجت اسعمية. يعني عندي فاقص في تلتمية هدخلهم الانفنتوري. بعد كده هلاقي ان انا لما جمع الالف ومتين دول اضربهم في اربعة. يبقى انا انتاجت كام انتاجت اربع تلاف وتمنمية كتعة. تمام? اربعة تلاف وتمنمية دول سعرهم هضربهم في التلاتين اللي هما بتوع البروداكشن كوست بتاع النوع تمام? لان هما تحت الالف وتمنمية فهضربهم في التلاتين. هلاقي انها طلعت لي بمية وربعة وربعين الف. طيب بالنسبة للانفنتوري انا عندي وربعمية في الانفنتوري المجموعة عندي وربعمية هضربها في الاربعين rumor بتاعت اليونت ہے طلعت لي بستاشر الف. عندي ستمائة و تلتمية يعني تسعمائية هداب 피 الستين اللي هي بتاعت اليونت هلا قلعت لي بربعة وخمسين الف. هجمع تلات ارقام دول مع بعض هلا قلعت لي بمثين واربعتاشر الف. لو لاحظنا كده انا عندي تلتمائية وابعتاشر متين سبعة وخمسين متين وابعتاشر. ففي الاخر كده لو مش هاي pirator مني ولا لأ اه اه هقول لهم بلان سي لان دي اقل رقم. تمام? اه بيقول لي لو انا مكان الراجل ده انهي بلان اللي هطبقها وليه طبعا هقول له بلان سي لان هي ايه فيه. بس هي الافكار اللي احنا قلنا عليها اللي هما يعني يا اما زي السؤال بتاع المترم اللي هو بيقول لي لأ ده هيوصف لي بحاجة معانية ده اه باعتذر هيوصف لي بحاجة معانية يقول لي ده ده بتاع الشهر السابق. تمام? اه يا اما حاجات بقى مقصد والحاجات اللي احنا بنستخدمها بيكون في الخمسة دول على حسب ما هو يوصف لي في المسألة بنشوف. يعني مثلا هو هنا وصف لي انا كلها معي هي. انا عندي اه عندي 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 عاندي عندي عندي كل حاجات اللي ممكن استخدمها. سواء كل بلاي بيقول استخدم حاجات. هنا قال لي اللي قبلها قال لي اللي قبلها قال لي فعلى حسب ما هو يقول لي استخدم باستخدم في السؤال. بس والسلام عليكم ورحمة الله.